تلقى الرئيس عبد الفتاح أسيسي اتصالا هاتفيا من السلطان هيثم ابن طارق سلطان عمان تناول الاتصال تطورات التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلية في ضوء تداعية الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة والمعاناة الإنسانية المتصعدة التي يتكبدها المدنيون بسبب النزاع وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أسيسي وسلطان عمان اتفق على همية توحيد البهود لحفظ جميع الأطراف على التهدئة وخفض العنف واستعرض الاتصالات الجارية في هذا الصدد كما تم التجديد خلال الاتصال على ضرورة دفع الجهود رامية للتوصل لحل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لمرجعيات ومقرارات الشرعية الدولية وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة ترجمة نانسي قنقر